طيب ده العدل ده حاجات جميلة أويه وحاجات حلوة وربنا بحبه آه ما فيه سبع سمرات فيه سبع سمرات وسبع فوايد جميلة جدا جدا تحببنا في صفة العدل ونحن نتخلق بيها وتبقى صفة من صفتنا ويبقى ده سلوكنا وده مبدأ من مبادئنا نفعالها في حياتنا أول سمر العدل الله عز وجل يحبك الله يحبك العدل له منزلة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى والله يحب المقصد يحب العبد العدل المقصد اللي بيحكم بالقصد وإن طائفة؟ إيه الدليل بقى؟ مين المؤمنين؟ اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهم على الأخرى فقتلوا التي تبقى حتى تفيق إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصده إن الله يحب المقصدين يبقى والحاجة ربنا إيه؟ ربنا بيحب المقصدين صاحب صفة العدل ده العادل في حكمه ده ربنا بيحبه اللي بيحكم بالسوية ده ربنا بيحبه أقول عمل الإمام العادل في رعيته يوم واحد بس هو إمام عادل أفضل من عبادة العباد كلها أو العابد يعبد في أهل ومئة سنة يعبد ربنا يوم واحد بس عادل طيب دي أول سامرة الله عز وجل يحب هذه الصفة ويحب المقصطين طيب تاني صفة أو تاني سامرة إن العادل أمان للإنسان في الدنيا هو أنا أحس بالأمان إزاي ده البلد دي يقام فيها القانون قام فيها عادل ومحدش وبلد دي زي ما قلنا بالسلام روحوا الحبش فإن فيها إمام لا يظلم الناس ما بيظلمش العادل أمان للناس الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمر الصحابة أن يروحوا فين الحبش عشان فيها إمام فيها ملك ما بتظلمش الناس عادل حلو بيئة حلوة أن احنا نعيش فيها لما جه أحد الملوك عبعت الرسول من عنده المين لسيدنا عمر فجي يدور على سيدنا عمر لقى فين تحت الشجر ناين فعجب الساي ملك وأمير وينام قال ينام حاكم المسلمين كده لحرص ولا بتاعه والكلمة اللي احنا والجملة اللي عارفينها حاكمت حاكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر ده قال له كده ما انت تنام ليه إلا إذا كنت فعلا حكمت وعدلت وبالسوية فأمنت فنمت لأن في عدل في المكان تالت سمرة من سمرة العدل العدل شيء مش بس حلو كصفة وكخلق لا ده هو أساس العدل أساس الملك أحد الولاية كتب للخليفة عمر بن عبدالعزيز بيطلب منه مال كتير عشان قال له نعمل إيه صور حولينا العاصمة كده علشان محدش يجو محدش يتعدى على المدينة عمر بن عبدالعزيز قال له إيه ماذا تنفع الأسوار الأسوار اللي هتحصن المدينة حصنها بالعدل ونقل أطراف بتاعتها من الظلم هو ده التحصين بتاعها رابع سمرة من سمرة العدل اللي هي إيه وفايدة إن العدل بيوفر الأمان للضعيف والفقير اللي مش لقي نصرة لكن فيه عدل طب حتى لو غني متجبر مش عارف آه هو أدى ده ما فيه عدل هياخد حقه يشعر بالعزة والفخر يبقى هو أمان للفقير خامس حاجة من سمرة العدل العدل بيشبع إيه الحب بين الناس مش يبقى كيس ده ده ظالم وأنا بقراه وبين الحكم والمحكوم مش بنيتعو عليه ويكعملوا فيه ويلعنوه صباحا ومساء بسبب ظلمه سادس حاجة العدل بيمنع الظالم عن الظلم وبيمنع الطماع عن الجاش عليه لإن فيه عدل وفيه أحكام بتبطبق وفيه كذا وفيه كذا ففيه عدل بيمنع الطماع أن يبقى جاشة وبيحمي الحقوق الحقوق دي بتتحمى والأملاك والأعراج سابع حاجة الإمام العدل فين يا جماعة من السبعة صح؟ السبعة اللي زلهم الله في الظل يوم ما لا ظل إلا زند الله الله سبحانه وتعالى يرزقنا الظل ربنا وإياك وقلوا أمين